يعني اتكلمنا الحقيقة عن أداء نادي الزمالك واتكلمنا عن لقاء الإسماعيلي النهاردة الأهلي بيعود من جديد بتصدر المشهد كلمنا قبل اللقاء قلنا الأهلي فارق ببنته ننتظر اللقاء 3 بنت النهاردة بيضع النادي الآلي في المقدمة 4 بنت فارق عن نادي الزمالك تدي له الأفضلية وتدي له معنويات عالية أيضا النهاردة نادي الأهلي بقاله فترة بيفوز ولكن الأداء الفني غايب النهاردة في حالة استمتاع اللعيبة النهاردة مضايعة أكتر من 5-6-7 تجوان تقلق كبير النهاردة المجموعة كبيرة جدا من اللاعبين عبدالله السعيد النهاردة فايق بشكل كبير صبر رحيل النهاردة هو نجم اللقاء عمر جمال بيعود من جديد جون أنتوين النهاردة مقادي بشكل جيد أداء جيد للنادي الآلي ما فيش شك يا سيف أولا بنقول مبروك نادي الأهلي وهارد لك نادي أمبي زي ما انتو قلت يمكن الحاجة الحلوة النهاردة اللي فيتين من نادي الأهلي أولا جمعية الأداء في ثقة كزا لعيب كانوا بعادة عن الفورما الفترة فاتت النهاردة دخلوا بشكل مميز جدا زي ما انتو قلت عمر جمال حسام عشور صبر رحيل صبر رحيل طبعا من ناس عامل جنين يعني النهاردة مش بسا كابتن عامل جنين عامل اللي كنت نتكلم عليه صبر رحيل النهاردة ده اللي احنا كنا بنقوله سيف إن الأطراف أي طرف في الباك اليمين أو الباك الشمال لازي بقالهم مهام هجومية نهاردة صبر رحيل أداء أحسن مباراة شفت صبر رحيل فيها من أيام ما كان في الزمالك حقيقة يعني هو من أيام ما كان في الزمالك صبر رحيل النهاردة الحقيقة أدى مباراة ولا أروع الكصة كمان كابتن بيشوف النهاردة بيشوف هو دي مستو بس هو كان معرفش كان متكتف كان فيه حد مكتفه النهاردة أنا بحقي كابتن عامل شافي الحقيقة على التشكيل وعلى التغيرات وعلى إدارته للمباراة إدارة كانت فيها حنكة وفيها خبرة وفيها تميز وفيها تالنت موهبة لأنه هو بص ليه فرقة امبي بشكل جيد واحترامها بشكل كبير جدا الحقيقة كرة دي كانت ممكن تغير مصاري المباراة أه طبعا دي كرة يعني شديك سيدفع تمانها غالي حقيقة بس هو هو الأرض هي الأرض أعتقد كانت منادية شوية فجريت الكرة هو ما كانش مقدر الكلام ده كله لكن عموما النادي الأهلي هو كابتن طريس المان قال إن الكرة دي كانت تبقى أفصيد لو دخلت الجون لأن الجون شايتها على طول ما أعرفش ما أخدتش بالي إنه يعني ما مركزناش في الكرة جاية إزاي أدي مركزنا في الكرة بتاعت إكرامي كان هو تعامل معها بشكل جيد لما أخطأ في المرة الأولانية أو كرة بلاش أخطأ الكرة عدت موفقية هي كانت دربة حرة مباشرة على النادي أه فشاطة على طول وقفها شاطة غير مباشرة بلزا فكتلازم تلمس حد ها أه الأداء اللي يميز النادي الأهلي النهاردة الهارموني اللي موجود هآ الأداء الجماعي هارموني فيه حاجات بتجومل بتتعامل تك 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 وتلاقي بس طويل مثلا لمؤمن زكريا لما نزل لرمضان صبحي ورمضان صبحي النهاردة من نجوم اللي قامل مباراة يعني الولاد عمل كل حاجة في كرة قادر حقيا ولازم نحيي كمان آه 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 الجماعية في أداء النادي الأهلي اللي كان الاهلي مفتقد الفترة الفترة سيف مع بزيرو ومع قبل بزيرو ميجا جريدو للفترة الفترة الحقيقة بمنتهى الامانة كافر عزيز عبدالشافي قدر يعمل الهارموني ده والتوليفة الصح مع اللعيبة المميزين الموجودين في فترة الاهلي وقدر يشتغل الحالة اللي زي ما انت قلت اللي غير متوقعة من نادي امبي حالة استسلام حالة فريق اعتقد يعني كان مستأنس قوي ما كانش فيه شراسة في الاداءة ما كانش فيه تركيز من اللعيبة في الملعب الله يكون فعون حمال يا صدي لسه يعني لسه جاي مقراش اللعيبة كويس او ما شافش عيبة كويس لكن النهاردة لحية تفوق لعبت النادي الاهلي من حيث التمركز بص هنا النادي الاهلي يكسب اول عشر ده تلاتة صفر مستريح رمضان صدر اه تلاتة صفر وكرة اللعب منصف طلح وكرة اللعب مرافع ليه كرة عب منصف انت بتكلم فيه اه تيم اول مرة يا كابتن من زمان اشوف في النادي الاهلي بلعب من غير كورة اه اه وما بيستلمش في الرجل اه بيتحرك يعني رمضان وجون انطوي قطعين قطعتين من غير كورة بصها كابتن هو الواحد الواحد انا عايز ياسر يجيب الجون التاني اه ويتفرج عبدالله السعيد الربط اللي عاملوا بينه وبين صبر رحيل ازاي اه الناس بتلعب بقعوب يعني النهاردة عبدالله السعيد الجون التاني يا ياسر من فضلك من بداية ومن ناحية الونج الشمال اللي هناك لو انت معنا وتحطت من عبدالله السعيد بكعب رجله ليه اهي الله نقول عليك بص الكورة بص هنا بص الراجل ما وقفش ايه ده بص كاتر الكلام ده بص البص بقى هنا دي الروع بقى هنا لابد انك انت صبري بصراحة النهاردة يعني الجون صبري الحياة مش مؤمن مؤمن حط الجون حلو لا اهو مؤمن تحركه صح تحركه صعبا استصبري على دماغه ما ممكن تضيع زي الكورة الانفراضين اللي ضعه لكن انا بكلمك على صبر رحيل على اداؤه على رشقته على ثقةه بنفسه على اه اه تركيزه في الكورات العرضية اه حسام عشور النهاردة الحقيقة يعني برضو صمام امان محترم جدا في وسط منعب نادي الاهلي واعاد الاتزال لوسط نادي الاهلي كان مفقود شوية جماعة الفترة اللي فاتت اه بتتكلم على رمضان صبحي وتحركاته بقى وايه حالة نطج غير طبيعية عامل صوبا برضو يا اسف الولد النهاردة عامل كل حاجة في الكورة انا عارب بس ناقصوا الفنشن برضو كان راعب سبعة تسعين وليس سبعة تسعين يا كابتين انا عارف يا كابتن ре danced يعني السبعة تسعين ده حاجة هو نجوي formulas ل بس يا كابتن لا يا كابتن مش بيبي يعني في سن ده هو خلاص بلا عيب كبير منتخب ماصد العيب كبير النادي الاهلي طلع كابتن من الحتة دي خلاص الفينشينج لازم يبقى عنده عالي بص ده الربط يقولك عليه بيردفع الى كان فيه في نادي الاهلي كانوا مفتقدين الفترة الفترة كان فيه سرعة شديدة جدا في الباص والنقل والتحركات كان فيه بطء قبل كده في نادي الاهلي بطء جديد كانت تحضير كتير جدا من وراء النهاردة التحضير بيبقى منتقى السرعة تاك تاك مدوش فرصة نادي اين بان هو حتى اشدقى بص